يدخل مشروع ازدواجية طريق فرق مرفع دارس بولاية نزوة مراحل إنشائية متقدمة فبتكلفة تصل إلى أكثر من 30 مليون ريال تواصل الشركة المنفذة لمشروع الطريق الداخلي الذي يربط دوار فرق بمرفع دارس بنزوة أعمالها حيث يعد هذا المشروع من المشاريع التنموية التي يتم تنفيذها بولاية نزوة ويخدم قطاعات عديدة بولايات محافظة الداخلية ازدواجية مرفع دارس تسهل حركة مرورية في ولاية نزوة وتسهل الأمور المواطنين القادمين والمقيمين في ولاية نزوة المشروع سيعمل على تنشيط الحركة التجارية والسياحية بالولاية وسيقلل من الازدحام المروري ويؤدي إلى انسيابية حركة السير يسهل حركة السير في الولاية كما تعرفون نزوة مدينة عريقة وولاية عريقة لها جوانبها السياحية ولها ناشاطها التجاري فهي يقصدها كثير من الناس سواء كانت من ناحية التجارية أو السواح ويشمل المشروع على ازدواجية طريق بطول 17 كيلومتر وانشاء ستة تقاطعات بإشارات ضوئية إضافة إلى أربع دوارات وتسعة معابر علوية للمشاة وقسرين للأودية وسيتم يلغاء الدوار فرق الحالي ودوار السوق ودوار الكتاب بانشاء تقاطعات بإشارات ضوئية تشمل كذلك تقاطع دوار حي العين وتقاطع بإشارات ضوئية عند مدخل علاية نزوة وإنشاء قسر موازي للقسر القائمة حاليا وقد صمم المشروع وفق أعلى المستويات التي تضمن السلامة المرورية ومن المتوقع الانتهاء من هذا المشروع الحيوي منتصف العام الجاري وسوف يعمل على تسهيل الحركة المرورية داخل الولاية وخاصة أن ولاية نزوة ستكون خلال العام القادم عاصمة للثقافة الإسلامية يعقوب من خلفان دابي من ولاية نزوة محافظة الداخلية